طوفان التكوين وفو الكنوح حقيقة أم خيال لم يشهد أي شخص معاصر أي أعصار أو زلزال أو عاصفة مطرية ذات قوة تدميرية مماثلة لما حدث في طوفان نوح إن أسوأ الكوارث الطبيعية التي حدثت في الفترات الماضية ستعتورك لا شيء عند مقارنتها بالكارثة العالمية التي دمرت الأرض في أيام نوح يتحدث الكتاب المقدس عن تفجر ينابيع الغمر العظيم وهذا يعني حدوث زلازل وبراكين بالإضافة إلى تطاير الحمم البركانية المنصهرة والبخار شديد السخونة والمياه المتدفقة من داخل الأرض في ثوران واحتياج شديدين لم تتوقف هذه الينابيع إلا بعد 150 يوما من الطوفان نقرأ في التكوين في الإصحاح السابع في الآيتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين اقتباس فهلك كل ما له جسد يدب على الأرض من الطير والبهائم والوحوش وكل الزحافات التي تزحف على الأرض وجميع البشر كل من في أنفه نسامة حياة على الأرض اليابسة مات نهاية الاقتباس بعبارة أخرى هلك كل إنسان وكل حيوان فقاري تواجد على الأرض خارج الفلك وذلك من خلال تعاضم مياه الطوفان الذي استمر حتى لم يعد يوجد أي مكان للفرار بحثا عن الأمان بالطبع إن ذلك لم يشمل الأسماك والحيوانات البحرية الأخرى على رغم من أن العديد منها قد ماتت في الكارثة أيضا في ديسمبر من عام 2004 تسبب زلزال بالقرب من أندونيسيا في حدوث موجات مدية عاتية تسببت بدمار العديد من البلدان حول المحيط الهندي تسببت موجة تسونامي واحدة بدمار مدن بأكملها في غضون دقائق قليلة بعد عودة المياه إلى البحر كان العالم في صدمة من الدمار الذي خلفته ولقي نحو مائتي ألف شخص حدفهم تخيل ما قد يحدث لو أن موجات تسونامي قد استمرت في القدوم واحدة تلو الأخرى يوما بعد يوم لمدة خمسة أشهر حتى يتم تغطية أعلى الجبال ترجمة نانسي قنقر